السلام عليكم متابعين على قناة هودينيزناس أتمنى تكونوا كاملين بأخير بصحة جيدة إن شاء الله اليوم الحد ما كينحد ألوغ أشغل ندير؟ سوف ندير الفيديو اللي وعتكم به دي الأسئلة اللي كترح في القنصلية يوم دفع الفيزا أنا في الإنستغرام طلبت من الناس اللي دازوا من تجربة القنصلية يكتبوا لي الأسئلة اللي يسولوهم باش نشاركهم معاكم و باش كل شي يستفد مع العلم أنني عندي واحد للأسئلة ولكن أنا بريدت نشوف كيف يزيد و سولو شي يحويج أخرين اليوم سأقول لكم مجموعة الأسئلة اللي يمكن أن يطرحوا عليكم يوم القنصلية ولكن قبل سنشرح لكم كيف الشي يكون ولكن بلاتي بلاتي قبل 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 اشتركوا في القناة اعملوا إعجاب الفيديو اشتركوا مع أصحابكم مع عائلتكم ممكن انت تستافد و يستافد غيرك فالمعلومة حبادة لو تنتعشر ما بين الجميع اابوني لايك و كومنت إذا لديك أسئلة خلي لي كومنتار أو توصل معي في الإنستغرام بالنسبة للناس اللي أول مرة يشوفوا الفيديو القناة ديالي تتكلم على جميع أنواع الهجرة إلى ألمانيا إذا نبدأ على بركة الله أول شيء اللي بريدت نقول لكم كيف يكون ذاك البروسيس المرحلة ديال أنك تمشي نهار تمشي القنصلية تجيب معك الورقة الموعد الموعد تجيب انا نصيحة قبل موعد فعلمتوني الآن لم يعدتم دخلوا اعلى من اللي تأتي وصلوا للقنصلية والسيد الإيميل و التوصف والباسبور ورى ذلك وبعد ذلك تكلم الى تدخل ووصلت لكم المرحلة توجد الوراق ووصلت لكم ورقم والتي أعيطه لك في المغربية يهضر معك في المغربية في العربية يبقى يسول فيك في الأول في العربية ومن بعد إذا شك في شيء يسولك في الألمانية أسئلة سهلة ماذا هو هذه الأسئلة؟ أنا سأتكلم اليوم أكثر على الأسئلة التي تطرحون أنني وجدت واحد لاليس لكي لا نزغل حتى السؤال وكي كل السؤال نعطي حقه الأسئلة الموت أكثر تداولا نهار لكي تدفع الفيزا لكي تدفع الفيزا لكي تسمى أكثر شيء في المغرب تقول لك المقابلة لانترفيو يعني تقول لك المقابلة وماذا سوف يدير معك وذلك الاستجواب فهمتوني؟ ومشي لما كان الاستجواب لأولا أسئلة عادي يسولك تجاوب فهمتوني؟ الأسئلة التي تطرح أكثر في الناس الذين يدفعون فيزا خطوبة فيزا تجام عائلي فيزا أوبير فيزا أوسبيلدونج أنا سأبدأ لكم شوي بشوي وأنتم ما شدون الأسئلة لكل حاجة أنا لا أريد أن نفرق لأن إلا تجد نفرق الفيديو سيطال و سيقوم بعمل أنا سأقول لكم مجموعة الأسئلة وكل واحد على حسب نوعه يأخذ الأسئلة التي تهمه أول سؤال من ضع أسئلة ماcloud أسقدallah لadleع الأسئلة أو أنت كيفية سبز قراءة أي أسئلة شخصية أي السؤال سنعرف السؤال سنعرف الصورة على الكرين مع أب بتاع الام اسئلة شخصية ديالك اللي غا تكون يعارفة يعني ما تحدرين فيها يعني اسئلة تكون يعارفة اسئلة الشخصية كتبقى شخصية كل واحد عارف الجاوب ولكن الاسئلة اللي كتعلق بالزوج اللي خاستكم تكونوا عارفينها وتكونوا مرتبين لها مثلا ما تلتقيت بالزوج وهذه الأجوبة عافكم خاست تكون متطابقة للجاوب اللي كي جاوب راجلك خاستك تجاوبين حين تراجلك من بعد يعيطوا عليه هو في ألمانيا كي سؤولوه نفس الأسئلة او لا الزوجة ديالك او لا يعني انا كدية ما كان ادرع على صفة البنت ولا كيرا الامر موجه تل الولد اوكي مثل تلتقيت بالزوج امتى تلاقيته امتى جل المغرب شحل من مرة جل المغرب فاش خدام تاريخ الزديد امسل عيد ميلاد اوه اوه المهنة المدينة اللي ساكن فيها اوه 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 المهم اوه 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 يتكرروا اوه خل aspك عنا وليز اوه كم maybe يقولون لي عادي بكل بساطة بدون حرج أنا من حالة المادية لا تسمح شيء ندير عرص لو قدرت لما عائلية وصافي فهمتوني لا تقولوا شيء حاجة لم يكن لأنه من بعد رأى كل شيء يسوله كل شيء يحتاج يحتاج لي للدلائل هاد الأسئلة عفاكم عقلوا عليها مزيان ووجدوا لها الأجوابة وتكون متطابقة وحبدة لو تكون الحقيقة فهمتوني لا تحاولوا تكذبوا كل الحقيقة ولكن بالنسبة للناس الذين تعرفوا في الأنترنت شوفوا قبل كان التعرف في الأنترنت مشكل ولكن حاليا وصلنا إلى 2020 يعني بنادم بدأت بدأت يأتيوا لي جون في القنصولية لا تقولوني لدينا غير ذلك الناس الأقدام الذين يقولون عن الأنترنت حينما لا تقيقون هذا التعرف فهمتوني يعني لا تقولوني لا تخافوا عادي تلاقينا تعرفنا عبر الأنترنت وجاء المغرب وهذا وتحاولنا وصفوا وتفهمنا ووقع واحد الحب وهذا ديما هضرب الحب والإموسيوني هذا شي تعاطف إحساس فهمتوني يعني حاولوا تضربوا واحد الإحساس وكونوا بريئين كنت فيكم البراءة أو التلاعب لا تلاعب لا 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 تلاعب إيجابي أي عندكم سمعوا التلاعب سوف يتلاعبوا بالأسئلة والأجوبة لا تلاعب إيجابي يعني الوجه الضريف طيب فهمتوني هكذا يعجبهم الحال فهذا بالنسبة للناس على الفيزا خطوبة وفيزا الزواج المختلط بالنسبة للناس التي تدفعوا أوبير أو بلاتي نقوله على هذه الأوبير بالنسبة للأوبير تسولوك الأسئلة الشخصية فين لقيت هذه العائلة التي تريد تستقبلك كيف تقرأ لماذا تستطيع مربية لماذا تستطيع لديك خبرة في خدمة مربية لماذا تستطيع ألمانيا لماذا تستطيع ترجعي تسولو بحلاكة لقال لك وما ترجع وقال لهم ينسونا ويرجع المغرية برا بلادي فهمتوني لماذا تقول لهم لما نويا لما تستطيع أقول لهم مثلا لسولوك لماذا تستطيع أوبير جاوبي بحلاكة أنا كنحب الأطفال وهذه مهنة جيدة وفيها فيها واحد التعامل إنساني فيها واحد تبادل أو عاطفي فهمت بحلاكة وعندي فيها خبرة بالنسبة لي معدوش خبرة يقول حقا أنا حينتع كان عندي أخويا صغير وهذا وهذا ورتاحيت لهذا الطفل وبغيت نكون معاه وهكذا يعني تكونوا ما تكونوا عندكم ما تبينوش اليوم عندكم النية تاع الهجرة وباللي ألمانيا راه جنة باللي بغيتوا ألمانيا وصافي لا إلا بيينتوا اليوم بحلاكة غيت وادعوا مع الفيزا وكان واحد السؤال اللي خطير هذي نقولو في الآخر تاع الفيديو فبقوا متبعين معايا أنا ما بوجد نحرق المراحل بيت نقول لكم فيزا بفيزا وأسئلة بالأسئلة والأجوبة التي تقدروا تستعملها يعني كل واحد حر في الأجوبة دياله ولكن أنا سنقول لكم الجواب الذي يقدر يتماشى مع الذي يقدر يكون مزيان فهمتوني كما كنت لكم صحاب الفيزا مربية يعني أوبر يسولو بحلقة يسولوكم بحلقة أسئلة من بعد كان فيزا أوسبيلدونج يسولوك بينسيون الأسئلة الشخصية عليك فينت عرفت على هذا رب العمل وكيف دفعتي وهذا وهذا تقول لك عرف لي على رأسك على المهنات على التجارب عليك على ما خطارتي بالضبط هذا أوسبيلدونج و و ما حال نحن وين تبقى لقال لك ما حال نحن وين نبقى المدة على أوسبيلدونج المدة المذكورة في العقد لا تقولوا لي شيء خرار يتفعل هذا المدة في العقد وإذا قبلوني و كنت حسن الظن فإن شاء الله نبقى بحلقة فهمتني كل ما بينت اليوم أنكم مفتخرين بالبلد و الذي بغير يتبقى هنا في بلدكم و الذي زعم ينغير لثباد الثقافات والتعلم و قصدة قصدة شيء زوين ليس قصدة سوف تأتي لألمانيا وتحرق تديرها بهم لأنهم لماذا تخافوا تخافوا تأتي وتوصل وسوف تزهق لهم تبقى بلاوراق تمشي تدير شيء آخر تزواج الله يعلم فهمتني فهذه الأسئلة الأكتر تداولا و كما قلت لكم تردوا منها البال و رغم هذا شيء ما تخلع موالو يعني رأى عادي جدا أسئلة عادية والسؤال أكتر تردوا منه البال و من الذي يبقى يسولكم على ألمانيا و من غير من على ألمانيا تسول لك حقا من نيفو تعل لغة ألمانيا إلا تفكر الأواحد يقول الأواحد الأواحد ألمانيا يصول كيف 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 يصول لك أسئلة الأواحد السهلة لكي ترى ما بالصح لديك الأواحد أو شارعه يعني كان يصنع الناس الذين يستطيعون تلاعب و أخي أنا أظن صعب جدا أن تشري شهدت اللغة ولكن الله أعلم الله أعلم أنا لكي أعرف أنه لا يمكن التشري ولكن الله أعلم من الذي تشعر بأن شيئ لا يستطيع تبقى ويحكر ويهضر معك بالألمانية وأه واحد أسئلة التي تنفع فيزا الزواج القضية تقول لك أش من اللغة كتواصل وياك و لماذا اختار ألماني و ومشي مغريبي ها لماذا يعني وعليش هو ومشي ها بحلاكارتي ولي ودفمتي يعني وما تقلقي موال وقللي يوا الزواج قسمه ونصيب فهمتوني ما تقولوني لهم حقا حينت هو عقلية آخرى حقا حينت هذا حينت عنده حينت لا يوا يوا قللي الزواج قسمه ونصيب كونج فرزقي واحد مغريبي راكت غندي مغريبي خدموا العقلة ما توطروش راكب غو بالعال يوطروكم ويصولكم اسئلة محرجة اه يعني حاولوا تكونوا مهدنين وكل ما تهدنتوا كل ما سفيت يقولوا هات سيدا ما غد نصور من هات حاجة لا رفض لوال سف غد ندوز اذا هادي غير نسيتها فقلتها لكم من بعد اذا سؤال اللي اكتر اللي تردوا منه البال هو اللي كيسولوكم على شحال غتتاخدوا الاقامة يعني على شحال مدة كيسوك دراس بحال زي ممار تقول اه شحال مدة في المانيا باش تاخد الجنسية شحال مدة باش تاخد الاقامة كيسولوك بحلاك باش عارفو واش انت دايج حافظ ودايج عارفو مقلب على المانيا غير على الجنسية كل يوم الجاوب اللي تقدروا تجاوبوا على هاد السؤال دي حق شحال مدة على الاقامة في المانيا اعلان شحال ناوي تاخد الجنسية واش ناوي تولد باش تاخد الجنسية كل يوم انا ما عندي التام معلومة لها انا انا ما عرفتش شحال شحال مدة انا ما عرفتش انا في الحقيقة هادش ما تسهمني انا كان بغير عجلي او لا انا كان بغير هاد المهنة او لا حسب كل واحد فيزا ديانه واش فهمتوني ما تخليوهمش يطيحوكم في الشبكة ما تخليوهمش يعني ما تخليوهمش مني نزير فلو جاوبتي وقلتي لي على ثلاث سنين حق على خمس سنين حق على ثمان سنين حق اللي بقيت خدام ثمان سنين هدين ناخد الجنسية لا 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 لقد قلتوا اليوم بحلاكة غيرت ودعوا مع الفيزا وقلوا لها باي باي بيلا تشاو فيزا تشاو اوكي قلت لها معكم احسن الشمس العشية اه اه المهم عفاكم ما تردوش اليوم بحلاكة قلوا اليوم راه معرفتش انا ما عنديش فكرة انا يا مقلب تشو ما كيف منيش فهمتوني حاولوا تكونوا مفتخرين ببلدكم بجنسيتكم اوه القضية يقول لكم حقا لاجتك الجنسية الالمانية واش تخلى على الجنسية المغربية قلوا اليوم نوو الجنسية المغربية تسبقة ديالي اه يعني ما نتخلىش على بلادي وما نتخلىش على الجنسية ديالي وانا مغربية وافتخر وهاكذا المهم انا في الحقيقة مغربية وافتخر يعني نقول لها مالقلب فهمتوني ولكن كل واحد كل ما كيعجبوش المغرب ذاك حر إنسان حر كل واحد حر في اختياراته ولكن لكي ما ترفضش لك أخويا او اختي الفيزا فخلي ديالي الروح ديال الكره للبالد خليها من بعد وحسي بها الراس يعني ما كاللاش تشاركيها مع القنصولية وتقول لهم ايانا تخلي عليها وغضي بناخد جيسية الالمانية ومقاش نجي المغرب او ما عندي منيب المغرب وشنو جزادنا هذ المغرب لقد قلت اليوم حالكة يقولوا بسلامة الفيزا ومس قاعد تعاولوا تأخذوها لكي نظر معكم قاسح باش تستوعبوا الامر مش تأخذو ببساطة فهده ملأ اسئلة اكثر تداولا النهار تدفعوا الفيزا النهار تتمشيوا الخونصلية والناس اللي يقول لك حقارة تخلعوا ما تخلعوا موالو هذا شي سهل جدا اسئلة عادية غير تكون كما قلت لك يعني الاسئلة بالنسبة للنسبة تكون متطابقة مع الزوج وصافي وتكون اجوبة مزيانة وكونوا ضريفين واتقين من نفسكم اتبين وشلهم اللي كراكم خايفين وضعفين وبحالة تديرين شي حاجة اللي ماشي قانونية لا غادية بقانونك بكل شي وعدك كأيات والناس دفع الفيزا ذيالك هذا ما كان كانت مني يكون الفيديو فادكم اللي مفهم شي حاجة اخرى يتوصل معي مرحبا بالنسبة الانستغرام رأي نجاوب ماكسيموم لا تعطلت يومين لان اكترو والاسئلة بزاف فالناس كان بغي انا كلها واحد نبقى ماح تركملي الاجوبة ديالو تقول لي واش صافي تقولك صافي عاد كانت ندوز للشخص للأخر يعني ذاك شالش كانت تعطل دابا ماكسيموم واحد لليومين باش نجاوبكم كان الفيديو ديالنا اليوم كانت مننا تكونوا ستفتوا وانشاء الله الى الفيديو القادم كتبوا لي فلي كومنت اش من الفيديو بغيتوا يكون واشنو الاسئلة اللي عندكم واش سفتوا من هاد الفيديو او لا ممكن يكون ماسفتوش فقولوها لي باش نعرف راسي باش ماسلا لادرت الى ما كانش في افادة ما عرفتش مرة جاية حاول ندرش الفيديو لفي الافادة هذا ما كان نهار كم بروك اشتركوا الفيديو واشتركوا بارتاش 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 الانستغرام التواصل معي لا تنسو الصفحة تائية جرماني السوق التي نبيع فيها برودوي وهذه البيجامة من السلعة دياليا كجاتكم المهم هذه سلعة غير لأن اليوم إذا لم أقلس في الدار قلت نلبس البيجامة دياليا لي مشكلة على ما لي ضرورة يتزيز ويلبس وما نحن نقول المعلومات فعلا لا يقلب يقلب كذلك الواحد كانت مننا تكونوا جيد وباخير وتهلع فروسكم وردوا البال وواصلوا الحفاظ على مسافة الأمان بينكم وبين كل واحد وواصلوا الحجر الصحي لكم حتى تنشي البالاء ويا ربا يرفع لنا البالاء ونزل لنا الشفاء يا آمين وبي باي عليكم جوفوا زيم كاملين متمنى تكون نفيدكم والله هذه الأمنية ديالي ودعوا معي بالخير السلام عليكم